اعتقال أليك الصعب يدخل في استراتيجية الولايات المتحدة لمنع فينسويلا من الحصول على ناقلات النفط من إيران لذا يبدو أن الولايات المتحدة قالت إنها ستحاول بأي ثمن منع وصول جميع الناقلات الإيرانية إلى فينسويلا لكنهم لم ينجحوا في ذلك من قبل خمس ناقلات توجهت من إيران إلى فينسويلا قالوا إنهم سيعاقبون أو يجمدون كل شركة تساعد في هذا الأمر وما فعلوه لوقف ذلك هو اعتقال الممول الذي كان وراء العملية برمتها في الرأس الأخضر لذلك يأملون أن يمنع ذلك الفنسويليين من الحصول على المزيد من النفط من الإيرانيين ولكن أعتقد إنها مجرد بداية حملة أمريكية لإقاف النفط الإيراني من الوصول إلى فينسويلا قدر الإمكان وبكل الوسائل المتاحة هناك بعض الأشياء التي يمكن للأمريكيين القيام بها فيما يتعلق بمحاولة منع النقلات التي تحاول الوصول لأصحاب السفينة قدر الإمكان وهذا ما تبحث عنه في المرة الأولى هو محاولة الضغط على المالكين الذين لم يقوموا بالأساس بإقاف نقل النفط لذلك يجب عليهم أن يتخطوا الوسائل ولكن كلا من الفنسويليين والإيرانيين لديهم دوافع شديدة لأن هناك الكثير من المال وفنسويلا تدفع لإيران الذهب الذي تمتلكه سيتعين على الأمريكيين فرض أكبر قدر ممكن من العقوبات ولكن ربما يستخدمون السفن أيضا لمنعهم من الذهاب إذا لم تنجح العقوبات لأنه في الولايات المتحدة العدو الكبير معا بشأن أي قضية تعتبرها واشنطن بالغة الأهمية حاول الكثير من واجات أول مهم أن ل Liberty